في هذا المقهى أدرع روبوتية تتولى مسؤولية إعداد القهوة لك ما عليك إلا أن توثق طلبك حسوبيا حتى يأتيك بعد لحظات على ظهر الرجل الألي الذي يتحرك خصيصا لتلبية طلبات الزبائن أما اليد البشرية فلا تدخل لها إلا لتوفير قائمة المقهى الذكي هذا فكرة راشد لوتاه الذي برز اسمه في الكثير من المشاريع الناجحة أخيرها روبو كافي كل الناس يحبون هذا شيء جديد ومستغربة وفي نفس الوقت مستعجبة العالم كامل يتجه إلى هذا النوع من التكنولوجيا وبالتزامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي يتوجه إلى الذكاء الاصطناعي قررنا أن نفتح الكوفي هذا له روبو كافي بعد هذا المقهى التكنولوجي إذن هل باتت الروبوتات قادرة بالفعل على تولي وظائف كانت ولا تزال مورد الرزق الذي يوفر لعمال المطاعم العيش الكريم؟ لشيف نور الدين رأي آخر في هذا الصدد هو يثق بأن ما تصنعه يداه لا يمكن لرجل ألي صناعته مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من الذكاء لإعداد الطعام فلق لقى على وظائف عمال المطاعم وأن اشتدت المنافسة وفق تعبيره وفي الدراسة كمان قالت أنه بالالفين و سبعة و سبعة و سبعة و سبعة و ثلاثين سبعين بالمئة تقريباً الموظفين حيخسروا وظائفهم لأنه ليش حيصير اعتماد بشكل كلي على الروبوتات التعامل مع الشخص حيكون أفضل يعني ممكن كتجيب واحد يروح يجرب بس لا حيرجعه إلى ثاني للشخص لأنه فيه الكاريزما الإنسان اللي هو اللي بيأدي تتعامل معه حيكون له تأثير أكثر أكثر من الآله سواء كان الطعام معداً بيد الإنسان أم بفعل ألا الوظائف التي يزداد فيها الاعتماد على الروبوتات تزداد مع ازدياد الوثيرة الإنتاجية ومتطلباتها السوقية العالمية ما قد يشكل مصدر قلق للعمال البشر يزيد من حدة التنافس بين الإنسان المسؤول عن إنشاء الآلة التي هي بنظر الكثيرين مصدر تهديد للوظائف التي لطالما شغلها الإنسان بطبيعة الحال دبي قناة الحرة ربيع أبو حسن